استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر لقضبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة الزياني يتقدمهم الوجيه جاسم بن عبد الرحمن الزياني حيث رفعوا إلى سموه أسماءات الشكر والعرفان على ما أبده سموه من مشاعر نبيلة بتقديم التعاز والمواساة في وفاة فقيد العائلة والتي تجسد المثل والقدوة في القرب والتلاحم بين القيادة والشعب ووقوف سموه الدائم إلى جانب أبناء شعبه في مختلف المواقف وخلال لقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن التواصل بين أبناء المجتمع البحريني هي سمة أصيلة تعقص روح الأسرة الواحدة التي تجمعهم وتجسد قيم المودة والتآخي التي نشأت عليها الأجيال المتعاقبة وعززت وحدة وتماسك شعب البحرين على مر العصور ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور عائلة الزياني وإسهاماتها الكبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية والصناعية في المملكة وشيدا سموه كذلك بدور العائلة في العمل الخيري والاجتماعي وما تقدمه من مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع من جهات عبرت عائلة الزياني عن خالص العرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب مؤكدين أن سموه أرسى نهجا أبويا في التواصل مع المواطنين في مختلف الظروف والمواقف دعينا الله أن يحفظ سموه وأن يبقيه ذخرا وسندا للوطن لمواصلة مسيرة الخير والعطال لنهضة الوطن وازدهاره اشتركوا في القناة